اشتركوا في القناة توني ماندريا ومصطفى الزغبة واسامة بنبوت الى جاني مدافع شباب قسنطينا محمد امين مداني ومدافع اتحاد الجزائر زين الدين بالعيد اضافة للاعب جديد من البطولة المحلية ويتعلق الامر بمدافع شباب الوزداج شعيب كداد الذي سيكون حاضرا في التربص وهو ما اكدته جريدة الخبر اليوم والتي اوضحت ان قائمة بيتكوفيتش التي تضم 25 لاعبا خلت من اسمي القائد رياض محرز ونجم لدية الجزائر يوسف بليلي فيما لم يتم الاحتفاظ ايضا باللاعب امير سعيود الذي يتواجد اسمه ضمن القائمة الموسعة ومن المقرر ان يعود بيتكوفيتش يوم الخميس الى الجزائر على ان يعقد ندوة صحفية يوم السبت اول جوان وهو اليوم الذي سيتوفد فيه عدد من اللاعبين المعنيين بالمشاركة في المعسكر التحذيري على مركز سيديموسا قبل يومين على بداية نافذة الفيفة يوم الثالث جوان بغية الانطلاق مبكرا في التدريبات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد